هذه أبرز العناوين الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق اتحاد جد السعودي لن يعود إلى المنتخب الوطني المغريبي عجل أندية إسبانيا كبيرة تفاجئ طارق سودالي وتريد التعاقد معها بعد أدائه مع المنتخب المغريبي حكيم زياش يتمسك بموقفه بخصوص المنتخب المغريبي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق اتحاد جد السعودي لن يعود إلى المنتخب الوطني المغريبي أكد التقارير الصعفية أن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق اتحاد جد السعودية لن يعود إلى المنتخب الوطني المغريبي في الوقت الراهن بالرغم من الأصوات الكثيرة من الجماهير المغربية المطالبة بعودة سفاح الدوري السعودية ويصر فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية للكرة القدامة على إعادة المياه إلى مجاريها من أجل تدعيم التركيبة البشرية التي توفر عليها الأصود في المبارية القادمة وذلك تحضيرا لكأس العالم بقطار وجاءت حاجة الفريق الوطني المغربي المأس لخدمة حكيم زيش لعب تشيس الإنجليزي ونصع المزرع وظهر النادي آيكس مسترداما هولندية والتي فرضت تدخلا شخصيا لفوز القجع الذي يسعى للحسم في عودة اللاعبين للفريق المغربية وتدويب الخلافات مع وحيد خليل زيتش ولم تطرح قضية عودة الدافئ الاتحاد السعودي عبدالرزاق حمد الله إلى الفريق الوطنية حيث لا توجد نية من الإدارة التقنية للفريق الوطن المغربية من أجل استدعاء النجم المغربي لعارين أصد الأطلس خلال فترة المقبلة عجل أندية إسبانية كبيرة تفاجئ طريق سودالي وتريد التعاقد معه بعد أدائه مع المنتخب المغربي بات الدولي المغربي طريق سودالي نجم الجينة البلجيكية مطلوبا بقوة في الدور الإسباني عقب المستوية المميزة التي بصم عليها هذا الموسم ووفقا لتقارر إعلامي إسباني فإن أندية إلشي وقادش والغانيس ترغب في التعاقد مع طريق سودالي خلال مرحلة الانتقالة الصيفية القادمة ويأتي ذلك بعدما تألق اللاعب سودالي بشكل لافت مع المنتخب الوطني في تصفية كأس العالم بعدما سجل هدفين أمام الكونغو الديمقراطية وساهم بهم في قيادة أصد الأطلس إلى مودي القطر 2022 حكيم زياش يتمسك بموقفه بخصوص المنتخب المغربي يتمسك النجم المغربي حكيم زياش بموقفه بعد الإفصاح عن مجموعة المنتخب الوطنية في كأس العالم قطر 2022 وتفاعل جل نجوم العالم مع قرعة المونديالو على رأسهم زميله في الفريق روميلو لوكاكو ويرفض حكيم زياش التفاعل مع تأهول المنتخب الوطني المغربي لكأس العالم وأيضا نتيجة القرعة التي حددت الأصد في المجموعة السادسة ورغم تفاعل نجم المنتخب البلجيك لوكاكو صديق زياش مع نتائج القرعة إلا أن زياش يستمر في عناده بسبب أزمته مع النخب الوطني وحيد خاليلو زيتش ويترقب المغرب مصير ملف نزاع زياش مع خاليلو زيتش مطالبين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدام بالتدخل بقوة وإعادة اللاعب للمجموعة بونو يتدرب بشكل عادي قبل قمة الكامبنو ويدخل قائمة إشبيليا لموقعة البارصة استدعى جولي لوبيتيغي مدرب النادي إشبيليا الإسباني الدولية المغربية سين بونو للقمة المنتظرة أمام برشلون اليوم الأحد لحساب الجولة الثلاثون من الليغة وتم تلبونو للشفاء بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال مواجهة المنتخب الوطن المغربية ضد نظره الكونغو الديمقراطي يوم الثلاثة الماضية لحساب إيابي الدور الأخير من تصفية كأس العالم قطر 2022 وظهر بونو بصحة جيدة في تدريبة الفريق الأندلوسية رفقة مواطنيه يوسفان سيرو مونير الحدادية وأتت إصابة حامي عرين الأصود بعد استضام الخطير مع أحد مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية وهو ما فرض عليه مغادرة الملعب في الجولة الأولى ونقله للمستشفى وتبقى مشاركة بونو أساسيا اليوم في قمة الجولة الثلاثون من الليغة رهينة باختيارة المدرب الإسبانية الذي يفضل عدم الكشف عن الحارس الأساسي أمام البرصة تشدر الإشارة إلى أن ملعب الكامب نوسي يحتضن اليوم الأحد قمة كروية بامتياز بين برشلونة وإشبيليا وذلك نظر الاحتلال الفريق الأندلوسي للمركز الثاني بفريق ثلاث نقاط فقط عن النادي الكتالوني ليفاندوفسكي يحسيم موقفه من عرض برشلونة كشف تقرار مسعفية عن آخر التطورات المتعلقة بإمكانية انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ إلى برشلونة في الموسم المقبل وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن بنهاية الموسم المقبل ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن مما خلق احتمالية رحيله في الصيف المقبل ويهتم برشلونة بالحصول على خدمة ليفاندوفسكي في ظل صعوبة التعاقد مع النرويجي أرلينغ هالندا مهاجم دورتموندا لتردد الوعد الاقتصادي للنادي وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن ليفاندوفسكي أخبر ممثليها بأنه على استعداد للتوقيع لبرشلونة وسوف يفعل كل ما في وسعه للعب في الكامبنو وأشارت ذات التقارر إلى أن أولوية روبيت ليفاندوفسكي صاحب 33 عاما هي اللاعب في الدولة الإسبانية في الوقت الذي يجد فيها تماما غير مسبوق من برشلونة ووضحت أن برشلونة سيمنح هالند فرصة أخيرة لحسم قرارها حتى نهاية الشهر الجارية وفي حالة عدم الموافقة على اللاعب للبرشلونة سيتم اللجوء للخيار الثاني وهو ليفاندوفسكي مدرب بيترو أتليتيك الجماهير لم تكن العامل الأساسي لهزيمة نابل طريقة ضغط لاعب الوداد لقد استحقوا الانتصار بجداره يرى أليكسندر سانتوس مدرب بيترو أتليتيك الأنغولي أن ضغط لاعب الوداد الرياضية كان العامل الأول في هزيمة فريقه بخمسة لواحد أمام الحمر مشيرا إلى سعادته بالمصار الذي قدمه لاعبه وحسطهم 11 نقطة من أصل 18 في دور المجموعات دور أبطال أفريقيا وقال سانتوس في المؤتمر الصعفي الذي تل المباراة أنا سعيد بفريقي وبسمر كوزينا في الوصفة قمنا بعمل جيد وجمعنا 11 نقطة وبصريح العبارة لقد كان مصارا رائعا لنا في دور المجموعات وتابع أظن أن الجماهير لم تكن العامل الأول لهذه النتيجة كانت هناك العديد من النقط الإيجابية لكن خمسة لواحد تعني أننا لم نلعب جيدا خاصة دفاعيا ووصل وجدنا صعوبة في حصل سرعة لعب الوداد منحنا لهم مساحة أكبر وأنا أرزم بأن العامل الأول لهزيمتنا هو كيف يتضغط لعب الوداد نحن عادة نلعب في الهجوم والوسط لكن هذا لم يحضر اليوم فبعد تمريرتين أو ثلاث نفقد الكورا واختتم الوداد يصحق الفوز بجدارة الهدف الأول جاء مبكرا من ضربة ركنية ما أفقدنا الثقة في اللاعب الخصم قام بلقاء جيد وبطريقة ضغط رائع ولم يلعبوا بالمستوى الذي قدموا في الدهاب بالإضافة للجماحير الحاضرة في الملعب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة